تلسلة من القصف شنتها ميليشيات الحوثي ارتكبت خلالها جرائم بحق السكان المدينة راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم امرأة وطفلان بدءا من حي كلابة تسببت قذيفة مدفعية شنتها الميليشيات باستشهاد غمدان جامل وطفله إضافة إلى صديقه محمد شائف لتتوالى بعد ذلك قضائف الميليشيات الإنقلابية على الأحياء السكنية في المدينة وريفها حيث تؤكد المعلومات استشهاد مدنيين آخرين جراء استهداف منزلهما في قرية الهجمة بمديرية حيفان جنوب المحافظة وفي هذا المكان حي الزهراء بمنطقة الشماسي حصدت قذيفة الميليشيات الإنقلابية أرواح الشاب بين مهند علي ومناف وعلى مقربة من هنا أيضا قتل الشاب وسام مختار بقذيفة أخرى حيث ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين إلى أحد عشر مدنيا بين شهيد وجريح كما تسببت بتدمير مخزن للأدوية في مستشفى الثورة حمزة أمين قناة بلقيس حي الزهراء تعيد